أشار أحد القرويين من باقمان إلى محاصيله المزروعة وأعرب عن قلقه نظراً لوقوع قريته على ضفاف أحد الأنهار وعلى الرغم من أن موجات الجفاف في السابق سببت خسائر موجعة للمزارعين إلى أن هذا الشتاء شهد تساقط سلوش كثيفة ما أثر المخاوف من وقوع فيضانات مفاجئة تنازرات هذه المدرجات بالأشجار ويستغرق إنتاجها ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات ويمكن لهذه الأشجار أن تنتج لمدة تتراوح بين 15 إلى 20 سنة وإذا حدثت جفاف فإن كل الجهود المبذولة على مدار أكثر من عقد من الزمن تذهب السودان وصوف تجوف الأرض وإذا حدثت فيضانات فستدمر الحقول والأشجار والمحاصيل قال قرويون من باقمان أن وزارة الزراع التابعة للحكومة الأفغانية المؤقتة خططت لبناء سلود في المنطقة بعد الانسحاب الأمريكي من البلاد لكن التقدم بطيء بسبب عدم كفاية الأموال وقالوا إن الولايات المتحدة يجب عليها الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة من أجل إعادة الإعمار المحلي إذا تم الإفراج عن الأموال التي جمدتها الولايات المتحدة وتم إنفاقها على الزراعة والمزارعين فسيكون ذلك فعالاً للغاية هذه الأموال مملوكة لجميع القبائل الأفغانية ما جمدت الولايات المتحدة هي الأموال والأصول الأفغانية هذه هي أصولنا الوطنية ويجب إعادتها إلينا ويأمل جميع الأفغان أن تفرج الولايات المتحدة عن أصولنا قريباً وهذا يؤثر بشدة على اقتصادنا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أحادية غير قانونية على أفغانستان عقب انسحابها السريع منها حيث جمدت سبعة مليارات دولار من الأصول الوطنية للبنك المركز الأفغاني ما زاد من عرقلة جهود إعادة الإعمار في أفغانستان وفاقم الصعوبات التي يواجهها السكان المحليون